حضر الفريق الركن سمو الشيخ محمد بن عيساء الخليفة رئيس الحرس الوطنية لاحتفال الذي نظمه الجيش الباكستاني بمناسبة يوم باكستان والذي حضره فخامة الرئيس ممنون حسين رئيس جمهورية باكستان الإسلامية الصديقة وكبار قادة العسكريين وكبار المسؤولين بحكومة باكستان الإسلامية وعدد من كبار الشخصيات المدعومين من الدول الشقيقة والصديقة والشعب الباكستاني وشهد سمو رئيس الحرس الوطنية العرض للعسكري للجيش الباكستاني والقوات المشاركة من الدول الشقيقة والصديقة وقد عبر سموه عن إعجابه بالعروض العسكرية التي قدمها الجيش الباكستاني وما يتميز به من كفاءة عالية وجهزية واستعداد ومهارة في تنفيذ اللوحات الاستاراضية للقوات البرية والجوية والبحرية وبهذه المناسبة أشهد سمو رئيس الحرس الوطني بالعلاقات الوثيقة بين مملكة البحرين وجمهورية باكستان الإسلامية الصديقة ودور جمهورية باكستان الإسلامية في دعم الأمن والاستقرار الإقليمي مؤكدا سموه على أن مستويات متقدمة التي وصل إليها التعاون والتبادل العسكري بين الجانبين إنما تعكس جهود ثنائية بين البلدين الصديقين استمرت لعقود طويلة من النماء والازدهار ورافق الفريق الركن سمو الشيخ محمد بن عيسى الخليفة رئيس الحرس الوطني إلى جمهورية باكستان الإسلامية وفد من كبار ضباط الحرس الوطني تلبية للدعوة الرسمية التي وجهت لسموه ترجمة نانسي قنقر